السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي الكرام أهلا وسهلا بكم مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي كانت منه وتكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال فاليوم غد نهضروا للعلاقات الفرنسية المغربية وغد نهضروا على الزيارة ديال سيجوني وزير خارجة فرنسا للمغرب ونتكلموا على الندواء ونتكلموا على هات الزيارة واش كانت نجحة ولا فشيلة فقبل ما نبدأ وصول بالموضوع رجائي منكم كالعادة أنكم تدعموا هات القناة اللايك البرتاج كذلك الاشتراك وكتابة التعاليق يعني غير ريضة قليب الرأي المغربية استمر واصلة فهذه الكلمات البسيطة ممكن أنها تدعم لنا المحتوى فعلى بركة الله نبدأ وموضوعنا لليوم فإخواني أخواتي هات السيد اللي كان معول قال لك إصلاح العلاقات واللي سأت بسبب الموقف الفرنسي من الصحراء المغربية وهذه تقريبا ثلاث سنوات وهي كلها حروب طاحنة كانت فرنسا كتشنها على المغرب الاستخبارات ديالها الاعلام ديالها وحتى جماعات الضغط ديالها ضد المملكة المغربية الشريفة وهذه الحروب ركنت في مياد جد متعددة سي جورني شحلو هو كيطلب الزيارة للمغرب قال لك باش يحسن العلاقة لكن الفرنسيين عمرهم ما يتبدلوا فالزيارة ديال سي جورني كانت زيارة اقتصادية قبل ما تكون زيارة سياسية لكن المغرب هو بغي هات الزيارة تكون سياسية قبل ما تكون اقتصادية فاليوم الزيارة ديال سي جورني ما جبت حتى شي جديد وهما اليوم بالعربية العرب تبغوا يضحكوا على المغربة ويضحكوا علينا لأن اللقاء الفرنسي ديال سي جورني وزير خارجية فرنسا مع السيد ناصر بوريطة وزير خارجية المملكة المغربية الشريفة لم يأتي بجديد قال لك بغي يديروا مدارس اللغة الفرنسية فأصلا شكن اللي قال فرنسا أن المغربة بغي مدارس فرنسية بغي اللغة الفرنسية قال لك بغي المغرب يديروا فيه اللغة الفرنسية أو مدارس اللغة الفرنسية أصلا راه المغرب بغي يتخلص من التابعية ديالكم بغي يتخلص من اللغة الفرنسية وخير دليل في الندوة السيد ناصير بوريتا تكلم بالعربية وهذا راه موقف عنده وزن كبير راه ما بغيناش نهضر بالفرنسية السيد ناصير بوريتا بغي يوصل لهم الفكرة للفرنسيين باللي خاسكم تعرفوا باللي راكم كتتعاملوا مع دولة وكل شي تبدل فالسيفان سيجورني واللي قال باللي كلفو ايمانويل ماكرون باش يصلح العلاقات ويبني واحد صفحة جديدة اصلا في هاد الندوة هادك سيجورني امام السيد ناصير بوريتا راكن كيبان بحشي تلميد فالزيارة ديال فرنسا هي فرنسا حتى شي حاجة ما تبدلتش ديال فرنسا الاستغلالية ديال فرنسا ديال اللعب على الحبلين ديال فرنسا ديال جوجوجو هي فرنسا وحتى العبارة ديال هاد سيجورني يعني الوزير ديال خارجية فرنسا الى لحطها راه كانت مستفزة كيقول على سكان للصحراء المغربية شعب المنطقة واش هادا ما عارش باللي راه هادك مناطق مغربية واش هادا ما عارش باللي هادك راه الصحراء مغربية فهو كيتكلم على مدارس فرنسية وعلى استثمارات فرنسية وهاد الشي علاش قلت لكم بلي هاد الزيارة اكتر ما هي سياسية سيجورني جابها اقتصادية فبالخطاب ديال هاد سيجورني كيبين باللي فعلا فرنسا بغت تبدأ صفحة جديدة لكن بغت تبدأ صفحة جديدة بالعقلية الفرنسية القديمة يعني وبالتاريخ القديم صراحة هاد اللقاء ما في حتى شي حاجة جديد لا جديد غير الى كانت شي حاجة اخرى يعني اللي كتعرفها غير الدبلوماسية المغربية يعني شي حاجة تحت الطابلة اما بالنسبة لي انا كمواطنة عادية فمن اللقاء او من ندوة كيبين لنا باللي راه الى جديد وحتى الاستقبال واللي دالي سيد ناصر بوريطا كان واحد الاستقبال عادي جدا يعني مش كيف ممول في سيد ناصر بوريطا كيستقبل الوزراء ديال خارجية دول صديقة يعني بالاحضر كيكون واحد الاستقبال فيه واحد الحرارة لكن الاستقبال كان عادي سيد ناصر بوريطا يعني عارفي لسوقه خاوي يعني بغير يدوز هذه الندوة دياله ويمشي بحاله يعني السيد بوريطا راه كان عارف باللي راه لا جديد من فرنسا وحتى ذاك سجورني راه كان متوطر كان مرتبك ممكن كان كيكون في عقله راه هادو عقوبية باللي راه ما جبت حتى شي حاجة معي جديدة لان بكل بساطة عارف باللي راه ما يقدرش يدوخ المغرب او يدوخ السيد ناصر بوريطا فهذا تبرهيج ديال هادو الوزير فتماما بحال تبرهيج ديال ايمانويل مكرون لان هادو الوزير جاب مجرد ترهات فهو الى لاحظه من اللي كان كيتكلم على استثمارات فهو كيتكلم بكل تيقى وهو غير يوصل للصحراء المغربية كيهضر على الحكم الداتي وحنا غادي نساندوكم وحنا معاكم وحتى العبارات اللي كيختار نساندوكم وندعموكم يعني بحال المبعوث الامامي هاد العبارة فرنسا اضعب بليد العبارة راه وقديمة وما يجابوش حتى شي حاجة جديدة وكان المغرب قالها الفرنسا يعني ايش حال هدي في بداية الازمة من اللي جات الوزيرة الاولى يعني وزيرة خارجة فرنسا الاولى اللي هي كاترينا كولونا وبدأت كتكلم وقال لها نفس الاسطوانة المشروخة ديالكم قال لها هل هناك مزيد المغرب يبحث عن المزيد وكان خرج صاحب الجلالة محمد السادس حافظه الله وقال بلي الصحراء المغربية هي النظارة واللي كيقس بها المغرب صدق صداقة الدول يعني لا استثمارات لا اتفاقيات الا بدول واللي غادي تعترف بالصحراء المغربية واحد الاعتراف صارح وواضح وإلى رجعنا الندوة ديالبرح رغل ملامح ديال وزير خارجة فرنسا كتبين بليل امر كيفاش غادي يعني كل شي غادي يبان المغربة مليكة يشوفوا او كيتفرجوا الندوة عارفين باللي لا جديد وما كان شي نتيجة من هديك الندوة في المملكة المغربية الشريفة رغم طالبة حتى شي حاجة مطالبة غير حقها التاريخي فالزيارة هاد الزيارة هواش نجحة ولا فاشلة انا من عندك اقولكم باللي هي الزيارة فاشلة الا في حالة وحدة الى كان شي حاجة اخرى تحت الطاولة واللي غير الدبلوماسية المغربية اللي تكون عارفها فيكفي اننا نشوفوا غير الملامح دي السيد ناصر بوريطة والملامح ديال ستيفان سيجورني موراء المباحثات ملامح دي السيد ناصر بوريطة باينة وسيجورني يعني واحد الوزير اللي هو فاشل بوريطة بالملامح ديالو كيبين كيقول لنا بلي هاد الوزير راه فاشل ما جيب معه حتى شي حاجة جيب معه غير الفاشل وزيد هاد السيجورني هو واحد الانسان متجعرف متكبر هاد الندوة فكرتنا في السنة الماضية اللي السيد ناصر بوريطة كان كيتكلم مع الوزيرة الاولى يعني وزيرة خارجية فرنسا كاترينا كولونا كان كيتكلم معها على مشكل ديال السحيل او دول السحيل والصحراء فهي هكا تخرج من ذاك الموضوع وكتكلم له وكتجوب وكتقول له سفي غادي نحلو لمشكل ديال الفيزات لكن شت غلطة لكن الاحداث اثبتت باللي المغرب عنده يد طويلة في دول السحيل واليوم فرنسا وقفت على ضبط المغرب يعني هادي سنة فنفس الهدرة ديال البارح مع سيجورني او يعني وزير خارجية فرنسا واللي كيتكلم على شركة الاستثمارات لكن حتى السيد ناصر بوريطة راه ما سكتش له قليه احنا يرى عندنا واحد المصير مشترك وبغينا نزيده معكم القدام لكن السيد ناصر بوريطة قليه باللي المغرب بغي علاقة دولة بدولة وان المغرب راح عندون وفود قوي في دول المغرب العربي وعندون وفود قوي في افريقيا وحتى في البحر الابيض المتوسط فهنا بوريطة او السياسة الخارجية المغربية دائما كتبغي تذكر فرنسا بهذه النقطة كتقول فرنسا باللي المغرب راح ندو برسو وبانه بغي فرنسا تتعامل معه ند للند وبغي فرنسا تتعامل معه في واحد الحلاقات ديال احترام فخلاصة هند وكاملة ان الزيارة ديال سيجورني ما جبت حتى شي حاجة جديدة الموقف ديال فرنسا هو الموقف ديال فرنسا اذا اخواني اخواتي نكتفي بهذا القدر تحية لكم كبيرة شكرا للحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة